بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فمن مقاومات الحياة ومن بناء المجتمع أن يسعى الإنسان بالجد والاجتهاد بالعمل النافع والعمل كلمة تدل على الحركة فإذا كانت هذه الحركة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى بالكسب الحلال فإنه يسمى عملا صالحا وإن كانت هذه الحركة في السعي لما نهى الله عنه سمي العمل الناتج عنها عملا فاسدا والإسلام يرى أن الأعمال إذا كانت لطلب الحلال ولطلب الرزق فهي أعمال صالحة فإذا سعى الإنسان استجابة لأمر الله واستجابة لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجد والاجتهاد في عمله والإتقان فيه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى في عمله فإنه مأجور عند الله سبحانه فإن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور وكلمة فامشوا في مناكبها تدل على السعي وعلى الحركة وعلى طلب الرزق وأن لا يتكاسل الإنسان فعليه أن يسعى وأن يجد ويجتهد بحثا عن عمل نافع بالحلال وإذا كان يعمل فعليه أن يتقن عمله لله سبحانه وتعالى فمن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن هيأ لهم سبل الرزق الحلال بالعمل الصالح ولذلك كان العمل مهنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد ضربوا أروع الأمثلة أنهم يعملون ويجدون في أعمالهم في الدنيا كما بلغوا رسالة ربهم سبحانه وتعالى فقد كان كل نبي له عمل فكان آدم يزرع الأرض وكان نوح يعمل في التجارة وكان إدريس صانعا وتاجرا وكان إبراهيم ولوط عليهما السلام يعملان في التجارة كما كان الأنبياء يعملون في رعي الغنم مصداقا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم لقومه قال الصحابة وأنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعى الغنم على قراريط لقريش لذلك على المسلم أن يسعى استجابة لأمر الله واستجابة لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يكف نفسه أن يمد يده لغيره فمن كف نفسه بالحلال وسعى وجد واجتهد في عمله كفاه الله سبحانه وتعالى مؤنته وكفاه الله سبحانه وتعالى رزقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المسأل أن الواحد منا إذا ذهب بحبل واحتطب على ظهره وباع هذا الحطب له من أن يسأل الناس أعطوه منعوه ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن التقاعس وعن التكاسل وعن التخازل وينهى أن يكون الإنسان فارغا بلا عمل وعلم الصحابة كذلك أن يسعوا لعمارة الأرض وبنيانها فالصحابة الكرام كانوا يجدون ويجتهدون وكان صلى الله عليه وسلم في شبابه يعمل في التجارة وكان يأكل من عمل يده فقد قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما أطيب الكسب يا رسول الله قال عمل الرجل بيده وكل رزق حلال أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك قال لنا أن الإنسان إذا أكل من عمل يده فهو كسب طيب ما من أحد أكل حلالا إلا رزقه الله سبحانه وتعالى بالبركة في هذا الرزق وعلى المسلم أن يعلم أن قيمة الإنسان في هذه الحياة عمله وما يطقن من الأعمال لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطقن كل واحد عمله فقال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يطقنه ولذلك كان الصحابة الكرام لكل واحد منهم عمل يعمله ومهمة يقوم بها وكان صلى الله عليه وسلم يشجع الذي يعمل فقد رأى رجلا وقد تشققت يده فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه يد يحبها الله ورسوله ولذلك قال عمر رضي الله عنه عليكم أن تسعوا للرزق فإنكم تعلمون أن السماء لا تنطر ذهبا ولا فضة وأنكم يرزق بعضكم ببعض فأي مجتمع بشري يسعى أصحابه للعمل النافع فهو مجتمع متقدم الذي يعمل ويطقن في عمله ويجد يخدم نفسه ويخدم وطنه ويخدم مجتمع الذي يعيش فيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله